مستحيل، أنا بجد مش مصدق ومين سمعك؟ أنا والله لحد دلوقتي مصدم ومش مصدق اللي حصل الحمدلله على السلامة الله يسلمك بس مشرب شاي يا ماما والله أنا خوفت أجا لقيكم نايمين ومعرفش أحكي المين يا سلاة نايمين 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 إحنا أصلا نايمين وحنا بتكلم فوق يا بيت فوق إديها مزيل بيتك دي خليها تسح أنا صحيحة معلم أصلا ماما يعني بتقول إن الرجل ده هو صحيح لا 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 يا عاطف الموضوع طلع قصة كبيرة قوي والراجل ملوش أي زنب فيها ملوش زنب؟ خلاص بقى اللي حصل حصل المهم إن انت خربت بالسلامة ربنا عمل لنا معجزة وكتب لنا كل الخير انت وش الخير وسبب المعجزة كلها يا ماما أنا سبب أنا السبب إزاي يعني؟ دعواتك أه دعواتك يا ماما هي اللي جابت الخير كله حمد لله دعواتي يا عم الدرويش انت ده هاي اللي راح يتقليت أصلا جرى اي يا بنتي خد منها الموزة اللي بنتي دي لازم تنام الله جرى ايه؟ ألف الحمد لله على سلامتك يا خلول ده الله يسلم نورت البيت والله العظيم زتنا بس أنا أه مش عارفة أقول ايه؟ أنا قلقنا من الراجل دوت يا خالد لازم تخلي بالك منه قلقنا من ايه بقى يا ماما؟ نفسي عرفة؟ حاسة كده اللي اسمه سالم ده بيكلمك كده متحت الدرس متحت الدرس ايه يا ماما؟ ده أنا بقولك الراجل استقبلني استقبال ملوك طب عارفة شغلي في المكتب ده؟ اعتبروا اعتذار شخصي منه آه يا خوفي استقبال ملوك؟ ويكون في نيته حاجة كده ولا كده؟ طب أنا نفسي أفهم بقى إيه اللي هيجبر الراجل زي ده؟ إنه يشغلني في المكتب عنده؟ ها؟ يجبر اللي يجبره آه قومي يلا قومي نامي قتل إحنا الفجر لا لا عايزة تكلم شوية معا عايزة تكلم شوية إيه بس انت بقانك 18 ساعة بتتكلمي خليم إيه بتحدي لي 18 ساعة؟ مش هنام غير لما حسن يقولي عمل إيه مع عزة في المستشفى آه تعال يا حسن يا أبو علي اللي ود عنده حق إيه؟ تعمل ترغي بقى لك كتير خشناه مالقدر أتكلم أنا بقى في عزة ولا في أي حاجة آه صحيح يا البت دي راحت فين؟ روح يسأل أمك يا أستاذ اللي مجاش على بالها حتى تهون علي وتفرحني بخبر طلوعك من نيابة يا بنت قولي له مبروك الأول والنبي حننسي بينا في الشغالي مع أخويا براحب طب إهدي بس وفاهميني إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أنا تبهدلت يا خالد أخوك الكبير؟ ها؟ الدكتور المحترم خلاص بقى يا عزة الله خلاص يا خالد ما حصلش حاجة مبروك إن أنت طلعت لنا بالسلام مبروك يا حبيبي يا حبيب تالله يبارك فيكي بس أنا برضو مش فاهم حاجة ما خلاص يا خالد أنا ما أسكر ثاني بالعافية الله ما عندك أخوك هاوروح يسأله سيبنا نام سلام مع السلام انت هتعمل إيه؟ انت هتقعدوا تحدفوني البعد وفي الأخرة تسيبني وتنام؟ بقول لك يا خالد أنا مش قدر أتكلم خالص لا هتقدر لأن أنا كمان عندي كلام مهم أنت لازم تسمعها نجوم رمضان معاك على واطشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك